شهد يوم أمس مركز بكرة افتتاع عمل ورشدة التقييم والمحاسبة لأمال البلدية حول تنظيم الإرادة المالية وتطبيق اللامركزية في البلاد وذلك بحضور ممثلي البلدية وبعض أمال المحاسبة لوزارة إدارة الأراضي هايث ترأس المناسبة لمدير العام للامركزية بكر موسى نوكو ألفة ممثلا للأمين الأم تقرير أدم أو بكر إدريس ورشة تدريبية لصالح 42 من المكلفين بجمع العرادات المهلية ومهاسبيهم من بعض الوزارات سيعكفون على دراسة ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتقييم وترشيد الإدارة واللامركزية في البلاد وذلك بحسب البروتوكول الموقع عليه عام 2012 ما لاتهد الأوروبي من جهة ووزارة إدارة الأراضي والحكم المحلي من جهة أخرى لصالح البلديات وسبل تطبيق مشروع اللامركزية وفي هذا فقد جاء خطاب مدير الدراسات في تطبيق اللامركزية أنه عد هذا الاجتماع الحادث إلى تقييم كافة المشروعات المتعلقة بترشيد الإرادات المالية في البلديات ولضمان وتحسين الأداء قدم المسؤول الإرادات المالية والمكلف بدعم البرامج قدم رسالة مفادها أن الورشة الخاصة بالتقييم وتطبيق اللامركزية في نظم الإرادات المالية للبلديات في غاية الأهمية ويتوجب التركيز عليها أب بكر موسى نوكو ألفا المدير العام في تطبيق اللامركزية ممثلا للأمين العام للوزراء فقد رحب بتنظيم الورشة المتعلقة بالتقييم وترشيد الأداء في الإرادات المحلية للبلديات وهذا جزء من مبدأ تطبيق مشروع اللامركزية في الإدارة العامة مشيرا إلى أن هذه الدراسات تدخل ضمن برامج رئيس الجمهورية إدريس دبيت نوم وحرصه في تطبيق مبدأ اللامركزية في البلاد الأمر الذي جئ بالخبراء والمغتصين المحليين لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الدراسات المعدة يذكر أن الورشة تستمر خمسة أيام للتوالي بقرية بكرة